مساء الخير البنات كديرين لبس عليكم هانين تمنى تكونوا كامنين باخير اليوم جيت نشارك معكم الجاج بوحد طريقة ديال تنجية بتتبيلة رائعة كي يجي غزال ومعلكة اللاصوس ديالها وحتى الجاج كي يجي محمر بسيطة ناجحة وضغية ضغية كتوجد طبقا معايا بتشوفو طريقة و المقادير ديالها اللي ما كينش ابسط منهم فهدي الدبان فوتو المقادير ديالها بساط بزافة لبنات كنحتاجوا واحد الكيمية ديال الدجاج اللي بغيتو انا كنختار ديال الفخاد بحال هاكا بعدما غصلتهم مزيان بالحاموض والملحة فهما اللي غدي نحتاجهم هنا قدي نحتاجوا واحد جوج بصلات ديال كبار هاكا يكونوا مقطعين طوال قدي تستغناء عليهم انا كتع جنوب البصلة كدشي معلكة البصلة ديالها و شوية ديال قصبر معدنوس و حمضة مسيرة جوج ديال التوم والعطرية سكينج باري بزار ملحة زعفران واحد نسكاس ما بين الزيت وزيت الزيتون و شوية ديال قصبر ليابس كيعطي واحد نكها روعة فاول شي البنات غدي نضيف هاد البصلة هي اللي ولا نفرشها هاكا في الكوكوت هاد طريقة كوت شاركتكم معاكم واحد اه اه صيبت واحد الكوكوت ديال الحم كدجير و عطا هي بنكها ديال تنجية دابا نحطها لكم بصندوق و الوصف اول شي البنات غدي نحطه هنا البصلة و نضيرو الفخيدات ديال الدجاج كما باين في الصورة سهلا غدي نحط هاكا التوم بلا ما نحكو و غدي نضير هاديك مص حمضة ديال مسير حمض مسيرة نقطع هاكا ديال خونج طوال و نستفهم هاكا من الفوق و نزيدو تلقصو المعدنوسنا هما و نقطعوه اللي بغا يستغنى عليه يقدر ما يديروش اي اعشاب منسي ما تقدو تديروهم في هاد الوصفة انا اليوم غدي نديرها بالقصبر اليابس سافي غدي نقطع هادي الروبيطة ديال قصبر معدنوس هاكا رقيقة باش نضيف ها الوصفة ديالنا كادي جاد الوصفة يا سهلا مالبنات و ما و سهلا سهلا لبنات و ما كتاخدش قل جد يعني في اخر لحظات قديت وجديها دابا غدي نضيفو التوابيل نبداو بالزيت و زيت زيتون غدي نضيفو هاكا غدي نضيفو سكنجبير نضيفو نصف معلقة على حساب او لا معلقة صغيرة على حساب لكن مياه ديال الدجاج غدي تستهلكيها غدي تديري التوابيل ديالك و غدي نضيفو نصف معلقة ديال يبزار بحال هاكا بملحة لحساب الضوغ نصف معلقة زيال بحال هاكا من كتروش لانا ما ديش نخليو فيها لاصوس باش مديناش ملحة بزاف و هنا غدي نديرو زعفران و معلقة صغيرة تجمعها لقصبر ليابس كتعطي واحد النكهة روعة روعة وتقدو تعوضوها بازير ولا الزعتر اللي تبغيو انتوما فهدا اختياري كيضيفو حد النكهة غزالة الوصفة ديالنا او الشهيوة ديالنا و دابا فتالي غدي نضيفو نسكاس ديال ما بحال هاكا و هايا وجدات الوصفة ديالنا دابا غدي نسدو عليها البنات و غدي نجهدو لها العافية حتى نشوفوها بدات كتصفر الكوكو ديالنا و ننقصو لها بحال الشمعة و نخليوها تمن واحد ساعة قل اربا حتى لساعة تتجاج ديالنا دا غيو كيو جد و نبت نفتحوليها كالقو فيها بحالة كشوية ديال المرقة غدي نخليوها تنشف و تصبح لاصوس ديالنا و دجاج ديالنا و جد عطي واحد اللون روعة روعة حمر و غزال نقوم بتشربة كلاسوس و هذا هو شكله النهائي لن تكثفتها في وقته لكي يجب ان يقوم بمشاكل اتمنى انكم تجربوه و تتركوه مع الاصدقاء سلامة البنات